المتمر أورام الجهاز التنفسي وأورام الغشاء البلوري إلى آخره فالحقيقة هم أطمر كبير جدا بيحضروا معظم أطباء الصدر في مصر والرعاية المركزة وأيضا بيحضروا حضرتك بعض الزملاء من البلاد العربية وبعض الزملاء من الخارج وبعض الخبراء الأجانب الهدف الأساسي هو ما هو جديد في هذا الموضوع عشان نطبقه في مصر فالأطباء بيجوا مختلفاً حق مصر يتدربوا ويعملوا عمل تدريبية وينكم من أوائل الجمعيات اللي دخلت التمريد معنا في التدريب والتعليم لأمراض الصدر هي إنفلونزا فاني هي ما بقاش يسمعها إنفلونزا الخنزير إنفلونزا الخنزير دي كتف 2009 دي دلوقتي هي الإنفلونزا الموسمية التي كانت تسمى زمان إنفلونزا الخنزير اللي هي H1N1 حضرتك دي هي الإنفلونزا المنتشرة الواحد بيقي نفسه إنه بقدر مستطاع الناس ما تعتصوا على الكوحف وش الناس أما ييجي مريض إنفلونزا فعلا يصاب يقعد في البيت 3-4 أيام بنوديش طفل أو حضانة أو مدرسة وهو عنده إنفلونزا إذا حصل أي مضاعفات لازم يتعالج فورا أو يروح للطبيب ثم في المجموعات اللي هي أكثر عرضة للمشاكل أو للإصابة السن الكبير الأطفال الصغيرين اللي عندهم أمراض مزمنة أمراض قلب أو صدر أو كلها لازم ياخد تطعيم السنة موسيقى 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 موسيقى